موسيقى انا احمد الهزولي للموسيقى تدريبية وهصلكiff CS組 3 . . . . . . نوفيشن لونش كنترول XL نوفيشن لونش باد ولوفيشن لونش كنترول العادي النوفيشن لونش كنترول XL هو ميدي كنترولر على شكل زي ميكسر كده زي ما تشايفين متأسل من 8 تشانلز كل تشانل فيه زرارين من تحت وفيدر وثلاثة نابس فوق بعض وبالإضافة لل8 تشانلز دول في عندنا زرار في الجنب هنا ممكن برضو نستعملوا ده النوفيشن لونش باد النوفيشن لونش باد عبارة عن 8 في 8 زرار بيمثلك بالزبط الشكل بتاع الساشن فيو بتاع إبلتن وبيبريك أني كليبس بساعتك اللي شغالة أني هنا مش شغالة للحطة الفضية وهكذا عشان تعرف تشغالهم وتوقفهم بادئك بدل ماوس ده النوفيشن لونش كنترول برضو متأسل من 8 كل شانل فيهم عبارة عن زرار و2 نوبز وعلى الجنب هنا فيه 4 زرار أو 6 زرار إضافيين ممكن نستعملهم برضو 3 منهم مع بعض بيخلوني تحكم في الساشن فيو بتاع إبلتن بس بدل بالماوس بقدم كل واحد من دول لحد الأخي لحد فاحت بيمثل شانل بحالة الكنترولز عبارة عن 3 دول بس تعملهم سينتز ده فوليوم دول ميوت و سولو وهنا طبعا الكليبس بتاعت الشانل وتحت خالص لكل شانل فيه هاي باس فيلتر لو باس فيلتر وستوف بطل بس تعملهم دول طبعا عشان بلندنج بين الحاجات وحاجات هنقول مثلا السوت اللي على اليمين ده من السوت السنتي ده ممكن نعمله سولو من الزهور ده أو حاليا زي ما انتم سمعين السوت مكتوم شوية فهستعمل اللوي باس فيلتر البتاعي نزيله تحت المكان اللي هو فيه ونتده أرفع وفي هاي وقت من الأوقات انا عايز مسلا نعمل له هاي باس عايدة حاليا هو معمول بسولو زي ما انتم شايفين ممكن نعمل ميوت بس طور مش هاي بان ميت عشانا داي السوت ده فوليوم دول ثلاثة سابس واس اندليا بس دليل هو الشعر ده ريفر ده تشين هاريب بل يهيطن اله باي فول بس انا عامل وانزول وكدا ونصنع ميت حرف معا بهذا شغل وانزول 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 انا عمس ده تشينه موسيقى موسيقى لاي فيفورمانس بالنسبالك هل لازم تبع حاجة معقدة ولا مفوتت بحاجة بس؟ أما حاجة تبسط بسط نفسك ونت بتلعب في الأخير الناس اللي بتسمع عايزة تسمع مش هميمهما أنت بتعمليه هنا موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة